مام أحمد بن حنبر رحمه الله تعالى وهو الحديث الأول في صحيح الجامع الصغير يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمعوا حديث عجيب يقول صلى الله عليه وآله وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون تبقى النبوة فترة يقدرها الله سبحانه وتعالى يقررها الله سبحانه وتعالى تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة وجاءت فترة الخلافة الراشدة فتكون فيكم ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعها ثم يكون ملكا عاضا الملك العاض تعرفون الواحد لما يمسك بشيء فالجرة فيتمسك أكثر فالجرة فيحاول أن يتمسك بأي شيء فيضع أسنانه في الخشب حتى ما يحد يجرة هذا الملك العاض هذا تعريف الملك العاض دولة أموية دولة عباسية دولة عثمانية تظل قرون طويلة شوفوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم للمستقبل ثم بعد الخلافة الراشدة ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله له أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه ماذا بعد الملك العاض يقول صلى الله عليه وآله وسلم ثم يكون ملكا جبريا الجبر هو القوة تعرفون الجبر القوة إذن حكم يحكم بالقوة يحكم بالأمن يحكم بالعسكر بالمباحث بالمخابرات رأيناها ونراها ملكا جبريا انقلابات عسكرية أمن معركة جمل غيرها هكذا عقول قليلة لكن يحكمون بالقوة ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله له أن يكون يبقى هذا الملك الجبري يحكم الأمة بالجبر بالجبروت يحكمها فترة ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه العجيب في هذا الحديث الذي وصف لنا أحوال الأمة من عهد النبوة إلى اليوم أنه يكمل للمستقبل يكمل للمستقبل كل الذي ذكر تم وتحقق ورأيناه في التاريخ ونراه في الواقع ماذا بعد ذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ترجع الخلافة الراشدة من جديد بعد الحكم الجبري بعد حكم العسكر تأتي الخلافة الراشدة هذا الذي نتحدث عنه وعد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت صلى الله عليه وآله وسلم